من الجديد رصدت كاميرا رؤية مشاكل مرورية على امتداد طريق الخدمات الثانوية الموازية لشارع المطار وسط تكرار شكاوى سالكيها من غياب حلول جدرية رغم كثرة الحديث عن خطورة الطريق وتداخل المركبات عليها بعد رصد مجموعة من الشكاوى لمواطنين عن تهالك اسفلت طريق الخدمات الموازية لشارع المطار منذ أيام باشرت وزارة الأشغال كرد فعل عكسي بإعادة صيانة للطريق على المطابات خلال من أسبوع إلى عشر أيام تكون كلها منفذة فيه عندنا بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المطابات شغالين إذا شفتوا زي ما رصدتوا من خلال كاميرتكم بعض أعمال الحقن للطريق لمعالجة الشقوق القائمة فيه بعد الانتهاء من أعمال الحقن إن شاء الله ستنفيذ أعمال الدهان كامل لهذه الطريق تخطيط المطابات ووضع العواكس المرورية اللازم إن شاء الله رغم ذلك ما زال سالكو الطريق يرون أن هذه الطريق تصطدم بشيخوخة مبكرة نتيجة تدرج منسوب الشارع ارتفاعا وانخفاضا واختلاع بعض الحواجز البلاستيكية الفاصلة بين مسربيها وفوق ذلك هناك تباعد بين أعمدة الإنارة في هذه المنطقة الحيوية كثير مشاكل زي داخلة الشارع زي العواكس ما فيه يعني عواكس على الجزيرة الوسطية وفيه كثير كثير فيه جوار ومطابات للأمانة فيه مثلا مطابات ما فيه عليهم قرمات إنه فيه مطابات فيه كثير ناس بيخلفوا السير وبيجوا عكس السير لأنه صار شارع المطار يعني على نفس الخدمات صار صيدين فيه أماكن ممنوعة فيها بس لهذا ما فيه يعني مش حجزين الشارع والعواكس اللي حاطينهم للأمانة بالليل يعني كثير بذلك والشوفير إنارة سيئة طريق المطار الخدمات بالذات يعني الشوارع طلوع نزول طلوع نزول يعني الأمانة سيئة كثير الطريق هي عدة مشاكل من أول أول وأكبر المشاكل اللي هي التريحات اللي تصير بالشارع التهبيط الشارع مناطق تلاقي يعني تلاقي كل يعني على امتداد الشارع كله مطابات هوائية خاص نص يعني جهة مناطق جامعة الزيتونة فيه عندك الشغلة الثانية أنه أنت أحيانا مثلا ممكن كثير تلاقي ناس معاكسة فيه يعني أغلب الشعب الأردني بفكر أنه شارع الخدمات مسربين يعني ما فيه شخصات أنه توضح أنه هذا مسرب وهذا مسربين صار عندك يعني عجقوا الشارع ويفاجأ سائقون بمطبات جديدة وضعت دون أي إشارات تحذيرية ما يحدث أضرارا بمركباتهم كما تنتهي الطريق دون فاصل بين المسربين ما يدفع بالمركبات إلى التداخل فيما بينها مشكلة خطورة على أرواح المواطنين ومن أبرز المطبات التي تنغس راحة سالكي الطريق وساكني المنطقة المحيطة بها قلة الشواخص المنبهة للتقيد بالسرعات المرورية وأولويات السير أسامة بليبلي الرؤية